اهلا بكم في قناة انيون نكملين مع بعض في سلسلة العودة الى المدارس فيديو النهاردة هو البانكيك الهش بالعسل ممكن نحضر منه كمية كبيرة نخزنها في التلاجة وتتسخم في الفرن او الماكرويف قبل التقديم بترجع هشة وطرية كأنها لسه معمول المكونات عبارة عن 250 جرام دقيق و 330 جرام لبن و 2 بيضة 80 جرام عسل 75 جرام زيت 20 جرام نشا وباكو فانيليا وباكو باكو 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 باورر ورشة ملح في بولة كبيرة احط البيض والعسل وقلبهم بالمضرب اليدوي لحد ما يمتازي موسيقى موسيقى أضيف الزيت و أقلبه معيه أضيف المواد الجافة النشا والبانيليا والبيكين بودر والملح والبانيليا موسيقى 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 الدقيق واللبان يضيف بالتبادل على أربع مرات أضيف جزء من الدقيق أقلبه موسيقى 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 اشتركوا في القناة طريقة هذه بتطممني ان الدقيق مايكالكعش خالص ولو حبين تضربوا المكونات كلها في الخلاط برضو ينفع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كده العجينة خلصت اغطيها وادخلها التلاجة على الاقل ساعة وممكن احضرها قبلها بيوم وتبات ليلة كاملة في التلاجة طريقة التسوية بتبقى على طاصة سخنة ارش رشة زيت الافضل حاجة استخدام البخاء عشان تبقى رشة خفيفة ودي بتخلي البانكيك يبقى لونه دهبي وجميل مش اجزاء غمقه واجزاء فتحه وباستخدام المغرفة واخد جزء من العجينة واصبه في الطاصة العجينة هتعمل فقاقيع كده على الوش لما تبقى على وشك السوى من تحت اقلبها عشان تاخد لون دهبي من الناحية التانية كمان وقبل ما اصبوا واحدة تانية ارش رشة زيت تاني لازم ارش زيت قبله كل واحدة علشان كلهم ياخدوا لون دهبي وجميل كمية العجينة دي تكفي لتحضير 17 قطعا من البانكيك بالحجم ده لكن لو هعملها اكبر من كده العدد ده هيقل البانكيك بتسوى على نار هادية مش نار عالية عشان لو النار عالية هيتحرق من تحت وهيبقى من جوا معجن ومش يستوي لكن النار الهادية بتخليه يستوي على مهلو وياخد لون دهبي بدون ما يغمق او يتحرق وقت التقديم ممكن احط عليه معلقة عسل او ممكن يتاكل كده مع كوبية شاي لان احنا حطين عسل جواه اتمنى تكون الوصفة عجبتكو وتعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة اشتركوا في القناة